وينضم إلينا الدكتور ولاء جادة الكريم رئيس لجنة الشكاوب المجلس القومي لحقوق الإنسان مدير الوحدة المركزية بمبادرة حياة كريمة دكتور ولاء بعد التحية إذن يعني بيان صادر من البرلمان الأوروبي يعني فيه الكثير من علامات الاستفهام فيه الكثير من المغالطات بيان بشأن حقوق الإنسان في مصر على أي أساس بني هذا القرار أو هذا البيان وعلى أي أساس ينصب البرلمان الأوروبي نفسه وصيا على الشأن المصري طيب أنا تحياتي لحضرتك وللساد المشاهدين خلينا برضو نتناول الموضوع في سياق يعني أعمق علشان لساد المشاهدين يعني من الأمور المسلم بيها أن قضايا حول إنسان ومعايير حول إنسان هي معايير عالمية وإحنا بينا وبين اتحاد الأوروبي شراكة كبيرة وهذه الشراكة بيتم تجددها دوريا وجزء كمان من يعني الإجراءات اللي بنتعاون فيها منع قضايا زي الهجرة غير الشرعية والتعاون كمان في تعليز حقوق الإنسان وهكذا لكن كل ده لا يبرر طبعا إنه تستخدم القضية كورق الضغط وتنسحب إلى التدخل في الشأن الداخلي خاصة فيما يتعلق كمان بالأحكام القضائية والتعليق على الأحكام القضائية والافتئات على سلطة السلطة القضائية ده شيء مرفوض يعني شكلا وموضوعا وأعتقد أن البرلمان المصري باعتباره يعني أنه هو المؤسسة النظيرة كان رد على ده بشكل قاطع لكن إحنا يعني بيننا وبين أوروبا زي ما قلت لحضرتك شراكة تعاون بيستفيد منه الطرفين بيستفيد منه أوروبا وبتستفيد منه مصر ودول جنوب المتوسط نقبل الحوار ونقبل التعليق ونقبل التعاون لكن بدون أن يتحول ذلك إلى تدخل في الشأن الداخلي وتغول على السلطة القضائية واختصادها واستقلاليتها وصلاحياتها لا دعايا من الطرفين يعني بالرغم من هذه الشراكة التي لا تبرر بهذا البيان دكتور ولكن هذا التوقيت يعني توقيت جاء بعد قمة المناخ الذي أشاد جميع العالم دول العالم بتنظيم مصر لها لماذا هذا التوقيت في الوقت الذي تقوم مصر بالعديد من الإنجازات في صعيد حقوق الإنسان صحيح يعني وده الحقيقة اللي هو محتاج كمان إحنا نتكلم عنه كدولة وكمؤسسات بما فيها على فكرة القضايا اللي أثرها البيان يعني قضية السجناء والمحتجزين السيد الرئيس بادر من أبريل 2022 بإطلاق وإحياء مبادرة العفو الراتي والحقيقة أن دعوة السيد الرئيس كانت منفتحة للغاية على كافة الأطراف وعلى كافة القضايا المجلس القومي نحو الإنسان واحد من المؤسسات اللي تقدمت بيعني العديد من قوائم العفو المبادرة من شهر أبريل إلى الآن يعني عدد كبير من المحتجزين احتياطيا ومن السجناء خرج بمقتضاها وفي ضب طبعا الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسيد الرئيس أو لأي من الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية أو الليابة العامة فهناك مبادرة مصرية بالفعل بالتعامل مع التحديات الأساسية في مجال حول الإنسان بما فيها قضايا السبنة والمحتجزين وكان مهم جدا أن البرلمان الأوروبي أو أي شريك يرغب في مساعدة مصر أنه كمان ياخد دفع اعتباره الموضوع ليس أن أنت تستمع من طرف واحد ليس أن يبقى عندك رواية وحيدة تستمت إليها في إخراج بيان أو تبني قرار بهذا الشكل لكن أنه قواعد الشراكة وقواعد الطاقة والتعاون تقتضي أن أنت ترى الصورة بشكل أشمل وبشكل أعمل دكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مدير الوحدة المركزية بمبادرة حياة كريمة شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات